اخبار اليوم ويطلع يجري والكلام ده بس يعني عادي أي طفل فيه أطفال ساعات الناس بيغلسوا عليها مش حاجة نتفرق كتير عن أي طفل تاني على الأقل في الجزء الاجتني كنت بطغاز أنني مقدرش ألعب كوره مع أصحابي بعد مثلا الحالك مثلا تلكت تديي كنت بعرفة ألعب بعد كده الكوره بتدت تمشى صدع فالموضوع كان أصعب شوية أنا شايف ان المستقبل في إيد مصر احنا دلوقتي في وزارات وفي ناس بتحاول تشتغل انها تغير المناخ العام عن الاعطاء وتحاول تزبط الحاجات تيه واحنا ممكن نكمل محدش بيوصل لحاجة الواحدة حتى الحاجة اللي ما عندوش اي احتياجات خاصة محددها بيوصلش لحاجة الواحدة تخيلي ان انت عشان تغير المناخ العام هو اهم حاجة عندك ان يبقى فيها مثلة احنا اخر مثال واحد طعيف البصر تفوق كان معرفش هو طه حسين كان وزير التعليم سنة كامل فانتو ما ينفعش الناس تقعد تفكر انها ده معاقفة مش هيعرف ينجح والكلام ده لأ انت اديه فرصة ويشوف هو حينجح ولا لأ لان تأكد ان الحاجات الصعوبات اللي هو وجهته خليته بقى اقوى بكتير من من كانت متخيل درست هندسة انظمة في كندا واشتغلت مطور برمضيات لمدة سنتين في كندا وفي امريكا وفي الهند بعد كده اشتغلت مستشار الاستراتيجيات في شركة مكنزي ومؤخرا لسه متخرر من جامعة هارفورد كنت بعمل ماجستير في عبارة الاعمال موسيقى ايجي انا فاروق واحد وعشرين سنة تريبة في كلية سيداتك خاهرة لعبة منتخب مصر في فراتيه انسات تحت واحد وعشرين سنة فيش حاجة في الحقيقة انا شايفاة بتعتمد على الحظ لازم كل حاجة تتعب لها وتبتهد علشان توصل لها فيه إثابات كان ممكن تبطاني خالص اللعبة جالي تمزق في ظهري قبل كده تمزق في العضلات الخاسية في رجلي بخدت دربة برضو كده كانت out of control فتحت لي بقي كله من جوا فيه حد يقول انا في غنى عن ان احسادي كل ده واعد بالشهر او بالشهرين بتعالج او باخد علاج طبيعي او تعبين او بتوجع الانجاز اللي انا عملته اني اول لعبة على مستوى العالم وافرسيا والعرب تجيب خمس مجليات ذهب متتالية في فرات العالم واربعات موضوع ما كانش ساهل الناس ما كانش مستحيل انا نايدر بناشق السمير في 25 سنة انا ميكاترونيكس انجينير يعني حصلت على البافلاريوس من مصر بعد كلا حصلت على منحة من الاتحاد الاوروبي ان انا اعمل دراساتي لعليا في اوروبا حصل على اثنين ماجستير واحد في الاسبايس تكنولوجي من السويد واحد في الاسبايس تكنيكس من فلوس في فرنسا الفترة اللي فات جامعت خبرات كده قوي وكان نفسي ارجع خبرات دي مصر يعني اساعد الشباب والناس اللي في سني ان احنا يعني نرفع مستوى التفكير والابحاث والتكنولوجي في البلد الشباب في مصر لو اطيحت لهم نفس الفرص اللي اطيحت في اوروبا من ناحية مستوى التعليم والمناخ اللي بيساعدهم على الريسورج في حاجات دي هيحققوا نتائج هيلة ان ما كانتش احسن من اي حد تاني في الفترة اللي جاية لما هنقدر نركز على حاجات كتير زي التعليم والتكنولوجيا والتطوير حاجات كتيرة في البلد هنقدر يعني شوية شوية نوصل للحلم ده مساعدة قوي انو الشباب هتقدر هقدروا يعملوا تغيير كبير في البلد هنقدروا يعملوا تغيير كبير يعني في مصر وممكن في العالم كمانا انا اسم اسماتها مصطفى طالب بالمدينة علمية وروسية انا عندي 20 انسان كل ما الانسان بيواجه صعاب اكتر او بيواجه مشاكل اكتر عمره بيتضاعف اكتر كل الانكانات المادية اللي تكون متوافرة في فئتيا او بقدر ان انا جيبها بتتصرف على الابحاس والاختراعات والديتي قضت حياتها كلها معاي حتى اللجنة انا وصلت ممكن تبقى دمها عشان خطري انا اقدر اكمل في الطريق ده حياتك اشاب دي استغنيت عنا في مقابل انا اقدر استمر بقوة في الطريق ده 24 ساعة في الاوضة دي الاختراعات والابحاس صاحب 25 اختراع اهم اختراع عملته هي واحدة بيتم تركبها على السيارات او المولدات انها تشتغل بالميا مدى البندين الاختراع ده موجود في امريكا وموجود في المانيا اما الفرق اللي احنا عملناه ان الهيدورجين بيخرج مباشر من الميا بيتحرق على طول فما فيش اي راس كان ممكن نستخدم الواحدة دي بدل الغاز الطبيعي ممكن نستخدمها بدل الجنزيم ممكن نستخدمها بدل الانبيل هتجاز او السلامات الغاز متمسك بالبلد عشان شايف ان مصر دولة دولة بمعنى كلمة دولة لها تاريخ لها حضارة لها علمها لها اصولها العلمية على عكس كتير من الدول اللي بتعرف علي دي اللي حضرتها امن في وقت قليل جدا فانا متمسك بالبلد يعني انا عارف اين البلد يكون موسيقى انا رشاد كوردي ادرس مساعدة في كورديل تجارة الجامعية حلوان وقسم اقصاط معي ماجستير في بيركز اكتر يعني على عجز الموازنة في الدولة وطرق العلاجه وتمويله وبعمل بي اتش دي ودكتراه في اقصاضيات الناس كمان معي مجموع ديبلومات في الإحصاء وبعمل دراسات في الإدارة او في الفاينانس انا واحدة من الناس خارجة مدرسة حكومية فالحقيقة الحكومة هي اللي صرفت علي وده يخلينا نقول انه في ناس بتبقى كويسة في مدرسة حكومية من شرطة بقى مدرسة لغات واهلي صرفوا علي 20-30 ألف في السنة عشان بقى كويسة الفرص موجودة التدريب موجود الكورسات موجودة الدورات موجودة ومجانا او بفلوس قليلة جدا السعي هو في الاخر يوصلك للنجاح معنى ان انت عملت كل الحاجات دي وما وصلتش يبقى في الاخر انت ماشي في طريق غلط سريق العمل والعمل الجماعي هو يعني نقطة التحول اللي ممكن تخلي مصر تعدي حاجات كثيرة جدا وهو اللي ممكن يبقى النقطة الفارقة في اي حل اي مشكلة لو كلنا احبطنا البلد دي هتوقع فلازم نبقى متحمسين ولازم نبقى عايزين نبقى أحسن بلدي دلوقتي بتقدرني بلدي دلوقتي بتعمل مشاريع بلدي دلوقتي بتختار تعافر او تيقى سطاع تحاول وعافر واكتهد وكيد ربنا عمرو ما هتضيع تعمل في حاجة انا شريفة اسمان خليفة اسمان انا اشتغلت حاجة كتير اشتغلت في الاول دي زي ساعي بصراحة وبيع اكسسوار بيع جلد واشتغلت الكشير انا خارج للسلسة دولة وعربية بس مكنش عندي هدف معين او شغله معين اشتغل جيت اصلا من هناك من الميني القاهرة هنا عشان اشتغل محد في محل البال فصعب الشغل الجيه وانا داخل عليه خد باله بقى ان انا معوق فهو رح قال لي والله انا عندي اعمالة زيدة مش هينفه فكرة انك تسيد مصر عشان انت مش مش واخد حقك فيها او ان صح التعبير مش عارف تاخد حقك فيها فده انا انا معتبر وتحت بان بالهروب انت محلتش المشكلة انت ست زمايلك المعاقين يقابلوا نفس المصير اللي انت قابلته كنت بالعب رياضة الاول لنفسي يعني معرفش ان الرياضة فيها منافسات اني خلاني اهتم اكتر او ادور على ان انا لعب دولي كان ظرف حصل كده ظرف جميل اوي وانا لسه في بداياتي في النادي كان بيعمله كل سنة اليوم العلامي للطفل المعاق دي بالنسبالي كانت نقطة التحول لان انا قاعد والناس كلها بتثقف وفيه ناس ماشي هلبسها بيدل والسلام الجمهوري وبوسترات كبيرة طيب واصل حد جنبي قاعدين في اللعبة فبقول له ايه الناس دي وليه ماشيين كده وليه مش اغللهم السلام الوطن يعني هما محاربين طيب ولا ايه في ايه انا مش عارب فعلا انا فعلا مكنش عارب فقال لي الناس دي هي اللي بيتمثل مصر في البطولات الدولية فقالت له ايها طيب اعمل ايه عشان امشي معاهم فهو رحك قلت له طيب ايه رأيك بقى السنة الجاية في نفس اليوم انا هامشي في التراك ده مع الناس دي بقى عندي هدفة كنت بتمرن ثلاث يام في الأسبوع بقيت اتمرن ستة بقيتش افكر غير في التمرين متبت ومتبت ومتبت في حلمي اي حاجة البناء ده ما عايز يعملها بتلاقي كل الظروف اللي حواليه بتاعده اذا هو عنده الرغبة الحقيقية ان هو يعملها يعني بقى لي عشر سنين تقريبا ما عملتش غير مداليا فضة واحدة اقول بقى كله ده شباب مصري ادري غير ادري يتحدى كل الظروف الفرق انهم مؤمنين مؤمنين انهم يقدروا يغيروا ويطوروا بقى فعلهم مش بكلامهم بقوة شبابها تحيا مصر اشتركوا في القناة